وفق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة كما وفق مجلس النواب على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة مطروح برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة السادسة والأربعين لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله وخلال الجلسة العامة وفق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة لحساب ختام الموازنة العامة للدولة وحساب ختام موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختام موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022 كما وفق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 كما وفق نهائيا أيضا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 وعددها 55 مشروع وفق نهائيا أيضا على مشروع قانون بربط حساب ختام موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022 كما وفق نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن السنة المالية 2021-2022 الموافق نهائيا على مشروعات تلك القوانين يتفضل برفع يدي، موافق إذن أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعا وخلال الجلسة وافق مجلس النواب أيضا على القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين العين السخنة، الإسكندرية، العالمين، مطروح الحقيقة أنا أعتبر هذا المشروع هو عصر جديد الحقيقة لسكك حديد مصر اللي احنا كنا بنعاني من الخط الأديم لسنوات طويلة وأنا بعتبر أن هذا المشروع يعتبر مشروع قومي فعلا يعني عصري مشروع قومي عصري بيواكب المشروعات القومية في الدول الكبيرة ويمكن الحقيقة أنا أعتبر أيضاً أن هذا المشروع يؤسس الجمهورية الجديدة لأنه الحقيقة بنقلنا نقلة كبيرة جداً بنقلنا نقلة كبيرة جداً في عملية سواء نقل البضائع أو نقل الركاب هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من مايو الجاري اشتركوا في القناة